مرحبا بكم اللي يحبون يتعالجون بالعشاب الطبية جبت لكم اليوم عشبة السنة مكي أو السنوية السنة والسنوية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاج من كل داء إلا الموت فانتبهوا شوية حذكر لكم بعض خصائص هذه العشبة وفوائدها في علاج الكثير من الحالات أول شي عشبة يسموها السنة مكي معروفة بالسنة أول عشروق يسموها السنة أول عشروق هاي العشبة استخدموها في الطب الصيني والطب العشب القديم تعالج الإمساك لين بيها مركبات لجلايكوسايدات الموجودة بأوراق السنة مكي تحدث تقلصات تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء وتساهم بالتخلص من فضلات والطعام خلال مدة قصيرة من 6 إلى 12 ساعة من تناول الوجبة اثنيا اطهر لك القولون استخدموهاي العشبة عشبة السنة مكي في الطب الصيني التقليدي للتخلص من المواد الغذائية الراكدة في المعدة ومن جهة أخرى في تستخدم مطهر طبيعي قبل إجراء عملية تنظير أو الجراحة القولونية يعني إذا عندك جاء عملية بالنظور أو تريد تسوي نظور تأخذ السنة مكي حتى تفرغ لك بطنك وتفرغ لك معتك وتفرغ لك أمعاءك وهاي العشبة همينة تفيد بعلاج البواسير ومن فوائدها أيضا تعالج عصر الهضم وتخفف لك الوزن وتساهم بتقليل نمو البكتيريا السيئة وتزيد لك البكتيريا الحسنة وتعزز صحة البشرة وتقيك من الأمراض الجلدية وتعالج لك الالتهابات الجلدية من الأكزمة والصدفية والبهاق وتقوي لك الشعار وتعملك الشعار وتقلل تساقط الشعار بس اللي عدهم إسهال شديد أو عدهم حساسية حنطة يبتعدون عنها لأن مزين عليهم هي السبب الإسهال أو تسبب لين البطن واللي عدهم حساسية من السنة مكي يتوقفون عن استخدامها واللي عدهم إصابة بصرطان المستقيم أو القوضون يبتعدون عنها واللي عدهم ضعف بالعضلات والضرابات بالقلب والتلف بالكبد ذولة ما يستخدموها أفضل أما بقية الناس تقدر تستخدمها بأمان الحامل والمرضعة تبتعد عنها لين موزين عليها طريقة الاستخدام تأخذ هلقت تخسلهن بأي نظيف تخليهن على كوب ماء ويغليح على نار هادئة مدة دقيقة إلى ثلاثة وراء تصفي وتتناول بعد وجبة الغذاء مباشرة ترجمة نانسي قنقر